أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلسمات الطبية في سامراء إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن قيمة برنامجها الانتاجي لشهر تموز الجاري والبالغ مليارين و 466 مليون دينار عراقية وذكر الدكتور عبد الرحمن عباس السامراء مدير عام الشركة أن الملكات العاملة في الأقصام الانتاجية باشرت بتنفيذ برنامجها الانتاجي لشهر الجاري والذي تم إعداده إفقا للعقود التي أبرمتها الشركة مع وزارة الصحة العراقية والوكالة التسويقية التخصصية مؤكدا حرص الشركة الدائم على إنتاج مستحضرات دوائية عالية الدقة والجودة تلائم حاجة المواطن العراقية وبأسعار مناسبة تلائم حاجة المواطن العراقية